انطلقت فعاليات ورشة العمل الثانية للتحاد الإفريقي حول مراجعة سياسة الاتحاد الإفريقي لأعادة الأعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع والتي تأتي تحت رعية الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفاته رائد إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا هذا وتهدف ورشة العمل إلى تقييم التقدم في مراجعة سياسة أعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي وتحديد سخرات الحالية ومعالجتها مع التركيز بشكل خاص على موأمة أطر سياسات الاتحاد الإفريقي هذه السياسة أولاً ليتتواكب مع التغيرات اللي بتتشهدها بيئة السلم والأمن في أفريقيا بتشهد تداخل الأزمات النزعات المسلحة مع إرهاب مع تغير المناخ مع النسوح القصري مع الأزمات الإنسانية تداخل هذه الأزمات يستوجب مراجعة السياسة بحيث أنها تقدم حلول شاملة لهذه التحديات ورشة العمل دي تأتي في إطار ريادة السيد الرئيس لملف عادة الأعمار والتنمية بعد النزعات في أفريقيا دي مسؤولية تحمل السيد الرئيس من سنة 2019 حالة تتذكر سيد الرئيس تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام في هذا العام تولى سيدته أيضا ريادة ملف عادة الأعمار والتنمية في أفريقيا وتم تدشين منتظى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في هذا العام كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي بإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية بعد النزعات في القاهرة ورشة عمل اليوم لها أهمية كبيرة لأننا نتحدث عن دول في أفريقيا عانت ولا تزال تعاني من الخراب والضمار والإرهاب وتفتت البنية التحتية وأعتقد أن مصر لها دور كبير في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق التنمية مرة أخرى وأعلم أن الأمر ربما يكون معقدا لكن مصر بتجاربها وتاريخها لديها القدرة على تقديم كل ما لديها لمساعدة أشقائها